قلنا اللعيبة عملت اللي عليها والزيادة أما بقى أنه غيرتوقف هنا ونقول للجمهور أنا عاوز أشوف الملعب ده مليان عاوز أشوف الملعب مليان بقول لكم أنتوا السند الوحيد للنادي الأهلي أنتوا السند الوحيد للنادي الأهلي طول ما جمهور النادي الأهلي وقف هو اللعيب رقم واحد مش رقب 11 ولا 12 ولا 13 لا رقم واحد بتعامل حساب لجمهد النادي الأهلي وهنا برضو لما بقول لجمهد بتحضر في المدرج يعني عاوزين الناس تشجع كورة فقط لغير تشجع كورة فقط لغير وانتو عارفين قصدي واحنا الجماهير النادي الاهلي بقول لكم انتو السند وربنا يفرحكم وكمان وكمان انتو تستاهلوا كل خير اما الناس بالي بتقول لك ايه اصلي احنا مجهدين عشان احنا بقالنا سنة وانتو دلوقتي بيتو مجهدين طب والثلاث سنين اللي كانت اتحاد الكورة بيضغط على النادي الاهلي كل يومين ماتشا او ثلاث ايام مباراة ويلعب 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 ويخسر ومش مهم واللعيبة عندك اللي يجيله ومصاب ومش مصاب بدليل منتخب مصر لا في كاس العرب ولا في كاس القراط ولا في كاس العالم ليه معظم اللعب لك اتعندك مصابة منين من النادي الاهلي دلوقتي جيين تقولوا احنا عندنا شوية لعيبة مجهدة اصلي مش عارف مين ماخدش اجازة مراحش بلد وعشان يستريح ملنجح بالكلام ده احنا ما بقولك اشربوا بقى من الكاس اللي احنا شربنا منه عشان كده انا بقول لجميل النادي الاهلي افرحوا 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 زمانتوا عايزين اداء غير عادي في مرات الزمان المفوز مستحق بنتيجة اداء ونتيجة ومباراة الداخلية مباراة الداخلية هو ده النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه فيه رجولة وفيه كل حاجة وهنا بدي جرس بس خفيف كده جرس انذار للحكام اتقوا ربنا اتقوا ربنا احنا بنتكلمهم في بداية الموسم اتقوا ربنا شوية في النادي الاهلي وفندية كتير اتقوا ربنا اللي انت شايفه قوله ما تخليش حد يفرض عليك حاجة ويقولك اعمل كذا واعمل كذا الناس اللي جوه داخل في غرفة الفار اتقوا ربنا شوية اتقوا ربنا شوية اللي كان بيحصل قبل كده توقف تماما وبش هيحصل لو انت عاوزين الدور العام من مصري او الكرة المصرية تبقى في العلالي اعدلوا الحكام مع بتوع الفار واختاروا الناس المناسبة في المكان المناسب انا بجيبها هو على صراحة لو عاوزين الكرة المصرية توقف على حيلها الفترة اللي جاية خلي بالكم التحكيم وخلي بالكم من بتوع الفار العملية مش بستحملة العملية مش بستحملة بقول لي جماهير النادي الاهلي مبروك الف مليون مبروك على رجوع النادي الاهلي فوقان ومرة تانية المارد رجع انا بقول لكم المارد رجع ويخوفي لما المارد ده بيقوم المارد ده لما بيرجع بيبقى عام زي الساروخ مش زي القطر لا زي الساروخ مبروك لجماهيرنا ومبروك لمجلس ادارتنا ومبروك للجهاز الفني ومبروك للعبين والأجهزة الطبية والفنية ومال غرف الملابس اللي هم دول ناس بتتعب تعب غير عادي فبقول لكل المنظومة كلها بقول لهم مبروك على عودة المارد يا رب يدوم علينا انتصارات